فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور نعم هذا من الزور من التزوير يعني وهي أن تظهر المرأة بغير حقيقتها كأن لها شعر طويل وجميل وهي ليست كذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم يحذر أمته مثل ذلك ولهذا قال معاوية ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود نعم استغرب معاوية رضي الله عنها أن يكون هذا من المسلمين وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الناس مرأمون بالتقليد والتشبه هذا مما يدل على خطر التقليد والتشبه معنى طيب شيخ كونه حصل ذلك في زمن الصحابة فكيف بنا نحن لكن يستفاد أنه أيضا الصحابة كانوا هم ينكر هذا معاوية أنكر على المنبر وأنكر علماءهم الآن يعني قد يأخذ بعض الناس الفهم من هذا أنه ما دام حصل في ذاك الزمن فأعذرونه لكن نحن نقول يجب أن حصل وأنكر لو ما أنكر لو أقر صرنا نعذرهم لكن أنكر أنكره خليفة المسلمين وعلى منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد اعترض عليه من الحاضرين إذن لا نستغرب أن يحدث جنوح يمين أو يسار لكنهم أن ينكر ويقام الناس على الجادة لا هذا يدل على أنه لا يؤمن أن الناس تشبهون باليهود والنصارى حتى ولو كانوا من أفضل الناس فلا يحد يزكي نفسه